اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في اولى برنامجنا وهو تحديات الحياة اول حلقة النهاردة في برنامج تحديات الحياة طبعا مما لا شك في ان احنا بيتقابلنا تحديات كتير في حياتنا في مننا بيضعف قدام التحديات دي وما بيقدرش يكمل وبيبقى عنده حلم بيضيعه وبيخسر كتير وبيخسر نفسه وفي البعض مننا بيقف قدام التحديات دي وبيسد فيها لانهو عنده هدف عايز يحققه عنده حلم عايز يحققه فان شاء الله النهاردة في اول حلقة واول فقرة لنا عندنا تحدي قوي جدا حنشوف هنقدر نكمل فيه ولا مش هنقدر الا وهو التعامل مع الزوجة التعامل مع مراتك هتقدر تتعامل مع مراتك ولا صعب خصوصا لو كانت الزوجة دي عنيدة لو كانت عنيدة هنعرف نتعامل معها هنشوف هنعرف نتعامل معها ولا من خلال الدكتور المدرب والمحاضر الدكتور أسامة البدري اللي منورنا الدكتور أسامة استشاري التنمية البشرية والعلاقات الأسرية والباحث بالمعهد الأفروأسيوي قسم البحوث النفسية والاجتماعية أهلا وسهلا يا دكتور أهلا بحضرتك يا أستاذنا تحياتنا العطرة لحضرتك والكل مشاهدين الصحة والجمال في أولى حلقات برنامج تحديات الحياة تحياتنا العطرة لحضرتك تحياتنا ليه دكتور دايما أي مشكلة بتحصل بين زوجين الزوج دايما بيستخدم حقه هو أنا ليحقق عليكي هو أنا مش عارف إيه وانا 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 طب هو حق الزوجة فين يا دكتور أولا حق الزوجة كفلهلها القرآن الكريم والسنة النبوية يقول الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف المعاشرة بالمعروف الآية دي آية عظيمة جدا ويندرج تحتها عشرات الحقوق للزوجة من ضمن حق الزوجة أول حق الكسوة والنفقة فربنا سبحانه وتعالى جعل كسوة الزوجة ونفقتها وإطعمها على الزوج بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللقمة يضعها الرجل في فم امرأته إلا وله بها حسنة بل النطفة يضعها الرجل في زوجته له بها حسنة فاستغرب الصحابة حتى النطفة أو المتعة الحياتية للرجل مع زوجته في العلاقة الحميمة فالنبي نبههم لو إحنا وضعناها في الحرام هاخد عليها سيئة فإذا وضعتها في الحلال فإنت عفيت نفسك وعفيت زوجتك فالإطعام والكسوة دي على الزوج دي من ضمن الحقوق كمان من ضمن الحقوق حق الاستماع للزوجة وقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قصة 11 امرأة في الجاهلية من السيدة عائشة يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا للجيش كان رئيسا للدولة كان قاضي القضاء كان حكما بيدي دروس في المسجد كل اتنين وخميس إماما للمصلين ولما يجي بيته السيدة عائشة تحكيله 11 قصة ل11 امرأة في الجاهلية ويستمع النبي بإنصاط لهي حديث أم زرع ثم يقول لها أنا لك كأبي زرع لأم زرع لهي أفضل واحد فيهم كان مع زوجته في المعاملة بقول لها أنا لك كأبي زرع لأم زرع غير أنني لا أطلق غلطة أبو زرع أنه أطلق زوجته لكن أنا لا أطلقك فدي رسالة اطمئنان ورسالة أمان من النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته عائشة ضمن ضمن الحقوق يعني رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشغولياته الكتير دي كان ييجي يسمع لزوجته دي دعوة برضو لنا كلنا لأن كلنا بنبقى مشغولين بالحياة وزي ما برنامجنا بيقول تحديات الحياة الحياة فيها مشاكل كتير وتحديات كتير طبعا يقول علماء النفس أن المرأة بتحب بودانها وجعل سحر المرأة عند شحمة أزنيها سألا لرجال المرأة بتحب بودانها أطبعا بتحب بودانها يعني الحاجة اللي بتسمعها هي اللي بتصل لقلبها فكان النبي يكسر من الكلام الطيب لزوجاته وكان من ضمن طبعا الحقوق التلطف والتدليل اللي احنا بنسميه بالمصر كده الدلع أن أنت تدلعها وأن أنت تلعب معها تدلعها حتى في اسمها فكان النبي ينادي عائشة ويقول لها يا عائش زي ما احنا بنقول ايه يا عيوشة يعني بيدلعها وكان يقول لها يا حميراء الوجه حميراء الوجه زي ما احنا بنقول ايه حمر وحلاوة يعني بيدلع زوجته لأن كانت سيدة عائشة كانت بيضاء الوجه اللي هو البيضاء المشربة بالحمراء فكان يقول لها يا حميراء وفي أحد المواقف النبي صلى الله عليه وسلم كان راجع بالجيش فأمر الجيش أنه يتقدم واستأذن عائشة فأني يسابقها يجروا يعني أصدبع فتقول السيدة عائشة فسابقته فسابقني ثم أخذ يضحق ويقول هذه بتلك هم تسابقوا قبل كده والسيدة عائشة لما كانت خفيفة ورشيقة يعني سابقته لما جري العمر يوم شوية وبدأت تحمل لحما فتقلت شوية فالنبي سابقها فالمرة التانية هو اللي سابقها فقال هذه بتلك صلى الله عليه وسلم دكتور أسامة يعني لا ننكر أن في خلافات زوجية بتيبقى كتير إزاي نتجاوز أو نعد الخلافات الزوجية دي أولا الخلافات الزوجية لازم نتجاوزها عن طريق الرحمة وعن طريق التسامح وعن طريق إن إحنا ممكن نستشير أهل الحل والعقد لو المشكلة يعني تفاقمت شوية إن إحنا فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلي إن يريد إصلاحا يوفق الله وبينهم إن أنا ألجأ للناس الحكماء مش تروح تستشير أي حد إن أنت ما تفضحش زوجتك في المشكلة مش كل واحد تقابله دمراتي عملت وسوت وعملت وسوت لا إحنا بنستشير حد حكيم جدا وأمين جدا دي نقطة النقطة التانية التسامح التغافل الاعتذار ما فيش مانع إن اللي غلط يعتذر للتاني ويطيب خطر التاني بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الزوجة اللي بتعتذر لزوجها وما تنيموش زعلان حتى لو هو اللي كان غضبان منها أو هي اللي كانت غضبانة عليه وعدها بالجنة وقال هي في الجنة هي في الجنة هي في الجنة دي مين الزوجة اللي تصافح جزها وما تسيبوش إن هو ينام زعلان يا دكتور دي الزوجة تسامح التغافل الاعتذار وعلى الراجل دور كبير جدا في احتواء المشكلة وعلى فكرة خمسين في المية من حل المشكلة لما تحصل إن الراجل يسيب البيت ويمشي يسيب البيت ويمشي مش إنه يهجر البيت لا يسيب البيت ويمشي يخرج يتمشى شوية يخرج مع واحد صاحبه يروح عند أمه ما هو ما ينفعش إن الزوجة تشد والزوجة يشد قصادها واللي تنين صوتهم يعلى والأطفال بتشاهد المشهد ده لا الزوجة ما بتخرجش من البيت غير بإذن زوجة لكن الزوج وقت المشكلة هيقدر يفتح الباب ويخرج يععد عند أمه شوية يععد عند أخوه شوية يخرج يتمشى شوية يخرج يشم هو حتى لو لوحده يععد في أي مكان كويس لغاية لما الدنيا تهدى ولما يرجع يرجع وكأن شيئا لم يكن ويلقي السلام على زوجته وعلى أولاده ويرتسم بحيث إنه لما بيخرج الشيطان بيخرج مع وقت المشكلة يبقى التغافل والتسامح والاعتذار واستشارة الحكماء العقلاء الأمناء اللي ما يطلعوش السر واللي ينصحوا في الخير مش اللي يسخنوا المواضيع تمام دكتور أسامة طب إزاي لما أنا يبقى عندي زوجتي عنيدة وخلينا واضحين فيه ستات كتير بيبقى عنيدة جدا تجي لها يمين تجي لك شمال نعمل معها إيه؟ بجد الموضوع ده بيبقى صعب جدا برضه هو يا فندم أول حاجة لما بنبقى عينين بنروح للدكتور بيعمل تشخص للمرض فإحنا لازم نشخص سبب العندي إيه؟ يعني أنا نبقى دكتور يعني ولا إيه؟ كل حاجة القصد إن كل حاجة لها أسباب فإذا عرف السبب بطول العجل فإحنا بنقول العنيدة دي أول حاجة أعرف نوع العين ممكن تكون عنيدة وعصبية مركب بقى ممكن تكون عنيدة ونكدي ممكن تكون عنيدة ومتكبرة فأعرف السبب ممكن يكون السبب سبب تربوي في أخطاء تربوية حصلت لها وهي صغيرة ممكن تكون بتقلد أمها العنيدة وممكن يكون في حاجة خطيرة جدا اللي عند سبب عنف الزوج أو سبب تسلط الزوج أو سبب إهمال الزوج وعدم رعايته للزوجة وعدم اهتمامه بها فإحنا نشيل السبب الأول وبعدين ندور على المرض ده اللي هو العد فلو زلنا السبب هنقدر نتعامل مع المرض طيب كيفية التعامل إزاي؟ كيفية التعامل عن طريق الحب التقدير الاهتمام ده نوع من إزالة السبب؟ ده بقى العلاج آه ما هو عشان أزيل السبب؟ ده العلاج آه تاني من الأول نديها حب ركزوا معنا تقدير اهتمام احترام إكرام سواء بالهدايا أو سواء بالعطايا أو سواء بالحب أو سواء بالكلام حسب استطاعة كل واحد نعود الأسرة الزوجة والأولاد على الحوار اسلوب الحوار نعم كده تزال أسباب النكت بس الموضوع ده صعب شوية طبعا ومحتاج تدريب طيب عايزين نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا عليه الصلاة والسلام وهو قال أدبني ربي فأحسن تأديم أحسنت عايزين نعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعامل زوجاته ازاي عشان نتعلم منه تقول السيدة عائشة كان خلقه القرآن كان قرآنا يمشي بين الناس لو تذكرنا هناك عشرات المواقف ما بين النبي وبين زوجات صلى الله عليه وسلم احنا تكلمنا عن عائشة نتكلم عن خديجة التي يقول عنها صدقتني حين كذبني الناس صدقتني حين حين كذبني الناس وآمنت بي حين كفر بالناس وواستني بمالها فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر للسيدة خديجة قدامها وقدام الناس بيذكر لها الجمايل اللي هي عملتها معا فكل واحد لو ذكر لزوجته والله ده أم عيالي ده بتربيه لعيالي ده بتشتغل وبتساعدني لو ذكر كده قدام أهله لو ذكر كده قدام أصحابها لو ذكر كده قدام أهلها فهيزيد حب الزوجة لزوجها وهيكون في وقام وهيكون في محبة وهيكون في استقرار في الحياة الزوجية فده ذكره للسيدة خديجة تعامل النبي مع زوجاته النبي كان يقدر غيرة زوجاته فلما كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة كانت تغار السيدة عائشة حتى بعد ما ماتت كانت فيه برضو بعض الغيرة لما خبطت على الباب هالة أخت السيدة خديجة فالنبي فرح وتهلل وقال اللهم هالة اللهم هالة فردت السيدة عائشة من شدة غيرتها وقالت ألازلت تذكر خديجة وهي حمراء الشتقيني وكانت عجوز وقد أبدلك الله خيرا منها قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها فما زال يذكر لها الجميل ويحفظ لها الجميل حتى بعد ما ماتت تقديره للغيرة برضو لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعنده ضيوف ووحدة من زوجات النبي جابت قدر من الطعام لبيت النبي صلى الله عليه وسلم كهدية لضيوفه فالسيدة عائشة مسكت هذا الإناء وقصرته من شدة الغيرة فالنبي ضحك وقال غارت أمكم غارت أمكم أظن لوحد فينا في هذا العصر كان ممكن يضرب زوجته ممكن يجتمها ممكن يعنفها كان ممكن يطلقها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف بهدوء وتعامل مع نفسية السيدة عائشة أنها مرأة وأنها تغار وقال غارت أمكم وغارت أمكم وتسامح في هذا ولكنه لم يتسامح في حق الزوجة اللي اتكسر الإناء بتاعها وقال إناء كإنائها وطعام كطعام صلى الله عليه وسلم في دقيقة يا دكتور أسامة في دقيقة نصايح للزوج عشان يكون فيه استقرار في دقيقة قدامك دقيقة إن شاء الله طيب يبقى أول حاجة الحب التقدير الاحترام الاعتذار ثقافة الاعتذار وثقافة الخلاف ولو حصل مشكلة بين الزوج والزوجة الزوج يخرج من البيت شوية عشان المشكلة إيه يعني نحل المشكلة يخرج من البيت شوية فيرجع بنفسية جديدة ويرجع وكأن شيئا لم يكن ومحدش يسيب التاني ينام هو زعلان نعم شرفتنا يا دكتور أسامة وأعزائي المشاهدين فن التعامل مع الزوجة يريد كلنا ناخد الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لنا وإن شاء الله هيكون لنا لقاءات كتير مع الدكتور أسامة البدري استشاري التنمية البشرية والعلاقات الأسرية والباحث بالمعهد الأفرو أسيوي شرفتنا يا دكتور ساعدنا بالقاءة حضرتك ومساعدة المشاهدين تحياتنا العطرة لكل المشاهدين هذه القناة أعزائي المشاهدين قبل ما نطلع فاصل في تهنئة صغيرة أحب أقدمها للأنسة ماريم بمناسبة عيد ميلادها النهاردة 9-9 هي عيد ميلادها 9-9-2009 تاريخ طبعا مميز وبرضو الأنيسة فرح عيد ميلادها الإسبوع اللي جاي وترشيدا للنفقات هيبقى العيد ميلاد واحد أعزائي المشاهدين هنخرب لفاصل وحنواصل خليكم معنا وبعد الفاصل تعالوا نحلم مع سيادة اللواء ماهر مسعود والمستشار صيف النصر أحمد خليكم معنا أقعدوا في أي حد ترجمة نانسي قنقر